مجموعة مستشفيات السعود الألماني نحن بعون الله نرعاكم عشرة في المئة من الأطفال يعانون من مشاكل في التنفس أثناء النوم أكثرها خطورة هو انقطاع التنفس خطورة هذا المرض تتركز في صعوبة تشخيصه خاصة لدى الأطفال فأعراضه تتشابه مع أعراض أمراض أخرى قد طراب فرط الحركة أو الـ ADHD أما أبرز أعراض انقطاع التنفس لدى الأطفال فهو الشخير وفقدان الوزن والتنفس من الفم وعدم القدرة على الحصول على نوم هادئ كما يتسبب في الكثير من المشاكل السلوكية فرط النشاط والسلوك العدواني وعدم القدرة على إنجاز المهمات والشعور بالنعاس جميعها تدل على الإصابة منقطاع التنفس أثناء النوم لدى الأطفال لذا يجب القيام ببحث لتشخيص قطاع التنفس أثناء النوم قبل تشخيص الطفل بالإصابة بالضراب فرط النشاط وقلة الانتباه أما تشخيص انقطاع التنفس فيستدعي قضاء ليلة تحت إشراف طبي والعلاج الأكثر فعالية بحسب الخبراء جهاز يعرف بالسيباب يساعد على ضخ الهواء لفتح المجرى التنفسي ويتم وضعه كقناع على الوجه وعدم معالجة المشكلة له عواقب فقد يسبب انقطاع التنفس أثناء النوم تأخراً نمو لدى الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب آسيا صفي الدين العربية